أربعة أشهر تكتم الكيان الصهيوني عن اختطاف إحدى المواطنات التابعة له في العراق إليزابيث تسوركوف التي دخلت بغداد بجواز سفر روسي وبصفة باحثتنا رواية بانت أكذوبتها مع أعلان الكيان الإسرائيلي اختطاف إحدى مواطناته وتأخر الإعلان لعدة أشهر يثير الاستفاة مع أسباب الصمت وهويتها الحقيقية ليست بباحثة بل إنها متورطة في العمل مع الموساد وجندية سابقة في الجيش الإسرائيلي هكذا تتحدث بعض الأنباء وما يؤكد ذلك أن تسوركوف تعلم جيدا أن دخولها للعراق ممنوع ومع ذلك أصرت بالدخول بجواز روسي تسوركوف أثارت رأي العام العراقي والذي يستفهم عن جدوى تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فهي ليست المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل إلى اختراق الحدود العراقية من قبل مجندها فخلال الأيام القليلة الماضية أوقفت السلطات اللبنانية جنديا إسرائيليا يحمل جنسية أوروبية كان متجها إلى العراق وليس هذا وحسب بل أن عرابة التطبيع الكويتية فجر السعيدة زارت العراق لأكثر من مرة وبالتالي تطالب الأوسط الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية رادعة تمنع هكذا محاولات من قبل الكيان محمد مجيد آي نيوز بغداد